ودي قضية غير قضية امام ولازم اتكلم في مضوع امام عشان المضوع ده مهم جدا لانه الجمهور من حقه يعرف ومن حق الناس تعرف ومن حق الدنيا تعرف الدنيا بتدار ازاي لان ده مهم جدا انا مش من نوع اللي بنفعل على خسارة نقطتين او خسارة اربعة نقاط الاهلي قادر ان يعوض وقدر ان يفوز بالدورة بمنتهى السؤولة ان شاء الله بس انا لما في حاجة تتعامل بشكل كويس والبعض يحاول انه يشوه انت اصلا مشهور بالنظام والانضباط والاحترام بمنتهى الوضوح كده اقوبة وقعت تم تسربها تم اعلانها اعلانها النادي الاهلي لانها كانت لابد هتعلن يمكن كانت هتعلن تاني ام ولا حاجة خاصة بامام خاصة بسلوك غير رياضي لا فيه خروج على النص اللي الناس قالته ولا حاجة فيه بس ايه سلوك غير رياضي داخل غربة ملابس النادي الاهلي فتصرف السيد المدير الرياضي ومدير الكرة في النادي الاهلي بملابه من صلاحيات بعد الاتفاق مع المدير الفني والنهاردة ده اليوم التالت للعقوب يعني هو غاب عن المباراة السابقة من الممكن ان يلحق بالمباراة القادمة ولكن ده صعب هيكون والتزم وبيتمرن تمام التمام ونشر بوست الحقيقة كان نفس البوست اللي تنشر ده يتراجع مع حد عشان يبقى اعتذار صرف خالص لنادي الاهلي بس بس اعتذار لزملاتك اعتذار للجهاز وخلاص مفيش ما يدعو بقى ان احنا نرمي على ده كلمتين ونرمي على ده كلمتين مالوش علاقة هو ده دول اصلا يعني ايه اصلا ما يستهلوش ان انت ترمي عليهم كلمتين بمنتهى الامان لانه مهما عملت من مبادرات جيدة تجاههم دايما متاخده بصورة الشك وصورة الاتهام طول الوقت فانت يا عم خليك في حالك وامشي في سكتك امشي عدل يحترع دوك فيك فالنادي اصدر عقوب واللعيب ابدأ اعتذاره وتفاهمه وبيتمرن وخلاص واللعيبة كانت زعلانة فخلص الامر عند هذا الحد وهتلاقي اللعيبة اكتر ناس بتسنده وبتساعده وهتلاقي ان شاء الله راجع افضل واحسن واقوى من الاول باذن الله ده لو عايز واكيد عايز امام لما جي قاعد هنا وانا كنت قاعده قدامه هنا انا كنت متعمد ان انا امشي الحوار بالشكل اللي يعرف الناس الجانب الانساني وانا دايما بحب النقطة دي انا لا اتصيد لضيف عشان ادراك تبقوا عارفين وفي نفس الوقت بحاول بقدر الامكان ان انا طلع كل حاجة عنده بس بالحب والود والحنية ولازم اسمه ضيفك فضيفك يكرم ضيفك لابد ان يكرم مش يهان والخبرات علمتنا كده والسنين علمتنا كده ممكن في بدايات حياتنا كنا شوية مش عارب ايه بتاع مع الخبرات مع تقدمنا في السن مع تقدمنا في العمل الاعلامي مع مع فبقى عندنا كتير من الخبرات تعرف تخلينا نطلع كل شيء دون ان تجرح من يجلس امامك ودون ان تجره الى الخطأ ده مهم اولي انا بقوله يعني اذا كان بعض الزملاء عايزين يعرفوا يعني لانه في بعض الزملاء الحقيقة الدنيا بقت صعبة اوي معها بقت صعبة اوي 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 معها في المواضيع دي قصص كلها تصيد للاخطاء تصيد للاخطاء تصيد للاخطاء من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحاجر ما كلنا عندنا اخطاء من ما عندوش اخطاء لسنا انبياء لكن مش هفضل كل شيء بقى اجيب ضيف عشان اطلع مش عارف ايه وبص جبنا عليه ايه ووقع مين في الغلط مش كده فامامنا قدم نفسه كافضل ما يكون وحلقة من افضل الحلقات الحمد لله اللي احنا قدمناها فكل لابد الحافظ على المكسب ده وهو يحافظ على المكسب ده بس عنده رصيد كبير عند جمهور النادي الاهلي امام بس على امام وعلى غيره من اللعيبة يعرفوا ان جمهور النادي الاهلي ما بتضحيش ابدا بفرقته جمهور الاهلي بالنسبة له اهم شيء هو النادي الاهلي مهما كان اسمك في تمثيلات كالي اهل فخراني يشفكر اسمه ما يهمنيش اسمك ما يهمنيش جمهور النادي الاهلي بس يوم من الأهل يفضل أحسن حاجة في الدنيا فهذه النصيحة إلى إمام وإلى زملائه الأهلي عند الأهلوية فوق الجميع هو رقم واحد بتكلم على الرياضة هو الأهم هو أعز حاجة بالنسبة لهم يعملوا أي حاجة عشان الأهل يفضل كويس والناس بقى وحتفظوا تمشوا قراء الناس بقى وإمام بالتحديد إمام بالتحديد اللي مستنيه لك الوقعة كتير وربنا كرمك آخر كرم كرم ما بعده كرم من فضل الله سبحانه وتعالى خلاص نعتبره عنده شد وإنه المليون جنيه دول خسرهم في أي حاجة صفقة عمل بتاع أي حاجة ربنا حاش بيهم عنه شر والنادي الأهل جبير في الحاجات دي يعني في حالة ما بتكسب بطولة كبيرة هتلاقي نفسك ربنا عوضها لك مرة في مرة في مرة هتلاقي نفسك عندك تعقد إعلاني هتلاقي الدنيا مشت بشكل حي فانا اعتمنى أنه ده الفترة اللي جاية يبقى موجود لإمام وغيره من اللعبين